لما رأيت بني الزمان وما بهم خل وفي للشدائد أصطفي فعلمت أن المستحيل ثلاثة الغول والعنقاء والخل الوفي حديثنا اليوم عن ثالثهم الخل الوفي هل تظنون أن وجوده مستحيل؟ ربما يكون نادرا سأروي لكم قصة عن شخص تعرفونه جيدا نجم النجوم شمس الشموس أعزب هوليوود الذي حطم قلوب النساء بزواجه من أمل إنه جورج كلوني اخترته مجلة جي كيو ليكون رجل العام أجرت معه حوارا مطولا فسألته عن حادثة حصلت في عام 2013 مع أصدقائه وأجاب لم يكن متوقع النجاح فيلم الجذبية فاتفقوا المنتجون معنا على أن الأجر نسبة من الأرباح لكن الفيلم نجح بشكل مبهر لم يكن لدي عائلة فأردت رد الجميل لهؤلاء الرجال الذين ساعدوني جميعا على مدى 35 سنة لقد نمت على أراكهم عندما مررت بأزمات مادية لقد أقرضوني المال عندما كنت مفلسا وقدموا لي المساعدة كل ما احتجت عبر السنين طيب ماذا فعل بعد هذه المقدمة؟ خصص أربعة عشر مليون دولار لأربعة عشر صديقا مقربا طبعا لم يفصح عن أسمائهم لكن الجميع رجح أن المعازيم في زفافه قائمة مصغرة في زفافه طبعا من أمل كلوني ضمت أقرب أصدقائه منهم راندي جيربر وهو زوج سيندي كروفرد أحد الأصدقاء المقربين لكلوني وشريكه في شركة المشروبات الكحولية كازامي جوز حصل على مليون دولار بالمناسبة هو ليس بحاجة ثرواته في الأصل هي أربعمائة مليون دولار ضمت اللائحة أيضا ثلاثة عشر آخرين من الأصدقاء معظمهم من الممثلين المقربين يعتقد أن منهم رفيق دربه ريتشارد كين هذا هو ممثل وصديق لكلوني هو فقير نسبيا ثروته فقط أربعة ملايين دولار بعد مليون أبو جريج أصبحت خمسة بعيون الشيطان العديد من المعلقين في العالم العربي تمنوا أن الصداقة كانت تجمعهم مع جورج كلوني فعلقوا هذا قلبي يقول وزع لكل صديق من أصدقائه مليون دولار نقدا هذا حدث في النصف الآخر من الكوكب أما النصف الذي نحن فيه فإن شخص الذي ينجح يقوم بحضر أرقام أصدقائه ويخجل أن يقال بأنه كان صديقهم لأنهم فقراء عبد الناصر زيدان عبد الناصر يقول جورج كلوني يقول على لسانه منحت كل صديق مقرب لي مليون دولار ساعدوني لما كنت محتاج لهم أنا أصحابي مستلفين مني فلوس ومش راضين يردوها عماد هذه تغريدة عماد ماذا يقول يقول إيه هذا الصديق مو زي بعض الناس يسلفك ميت ريال وما يخلي وسيلة ما يدخل يدخل منها ويدكرك بقي بس ينشر في التلفزيون خلاص قررت أسحب عليهم وأدور على صديق مثل هذا مثل جورج بالنسبة لأحمد يقول يا عمري على هذا الصديق أذكر اتصلت على صديق الطفولة وأنا في أمريكا وقلت له محتاج مبلغ بسيط حتى تنزل المكافأة أي الراتب حسيت من كلامه أنه مولود عند مسجد أو أنه هوملس هوملس يعني مشرد بالنسبة للنسر المصري نسر يقول أنا زعلاني يا جورج يا جورج نسيت العش والملح اللي بنا نسيت محشي واملوخية الحقة نسيت الشاي والقهوة على النيل ما كانش العشم يا صديقي جورج صديقك محمود من مصر طبعا يا محمود أنت لست وحدك لست وحدك الذي خذلك جورج كلوني أنا أيضا نسي الخبز والملح اللي بنا والتسكع بالقهاوي والشاي والسكاير اللف هذه صورتي معه أيام التعتير زمن قديم شكرا لمشاهدتك تريندينج سنسعد باشتراكك بالقناة وإعجابك بالقصة ومشاركتها وتعليقك عليها